بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأول مرة تركيا تنجح في اختبار قاذفة قنابل يدوية الصنع لمتابعة ما يتعلق بهذا الموضوع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل ديمير اجتياز أول قاذفة قنابل يدوية محلية الصنع لاختبارات جديدة وقال ديمير في بيان أن تركيا مصممة على إنهاء التبعية الأجنبية في جميع أنظمة الأسلحة وأضاف أن قاذفة القنابل اليدوية TG40BA القادرة على إطلاق أنواع متعددة من الذخائر اجتازت اختبارات التأهل بنجاح وقال ديمير إن القاذفة تتمتع بنظام مشاهدة بصري متطور قابل للضبط وبقدرة نيرانية فعالة ونشر ديمير مقطع فيديو قصير يظهر جانبا من لقطات الاختبارات التي أجريت على القاذفة يشار إلى أن استوانة قاذفة القنابل من عيار أربعين ملي متر وتتمتع بقدرة على إطلاق قنابل منخفضة السرعة عيار أربعين في ستة واربعين ملي متر وقنابل متوسطة السرعة عيار أربعين في واحد وخمسين ملي متر وتم تطوير القاذفة بواسطة شركة تيجي للدفاع التركية ويمكنها إطلاق النار بفاعلية حتى ثمانمائة متر في منطقة الصراع من خلال مشهدها البصري القابل للتعديل يشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية استطاعت تحقيق نجاحات رائدة وذلك بسبب الدعم الحكومي المقدم إلى العديد من الشركات العاملة فيه وعلى رأسها شركة أسلسان والصناعات الجوية والفضائية التركية توساش وروكستان المتخصصة في صناعة الصواريخ والقذائب وهافلسان للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية كما أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل ديمير في 28 حزيران يونيو 2021 اجتياز مروحية تركية محلية الصنع لاختبارات جديدة لأول مرة وقال ديمير في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر إن الرحلة الأولى للنموذج الأول الثالث من طائرة كوك باي تمت بنجاح وأضاف لقد قمنا بتضمين نموذج أول جديد في اختبار الطيران خلال هذه الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة ونشر ديمير مقطع فيديو قصير يظهر جانبا من لقطات إقلاع وهبوط المروحية في موقعها ومن المرتقب أن تؤدي المروحية المصنعة من قبل الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء توساش والمطورة بإمكانيات محلية مهامها العملياتية بعد نجاحها في الاختبارات اللازمة كوك باي بدأ برنامج مشروع الطائرة المروحية كوك باي عام 2013 بدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية كما خضعت كوك باي لاختبارات طيران واختبارات أرضية مكثفة اعتبارا من عام 2018 كما تعتزم شركة توساش تسليم رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أول دفعة منها خلال العام المقبل 2022 تمتلك مميزات عالية المستوى وقادرة على تنفيذ أصعب المهام العملياتية كما تمتلك العديد من المميزات العالية من حيث التوازن والارتفاع والسرعة التي من شأنها تلبية احتياجات قيادات القوات البرية والبحرية والجوية ووزارة الصحة والزراعة والغابات والمدرية العامة للأمن أيضا متابعين الأعزاء في ذات السياق منظومة تركية جديدة باسم فدائي لاستياد الطائرات المسيرة الطائرات المسيرة كما نعلم هي خطر كبير جدا يهدد الدول والجيوش والشعوب فتكون منظمة فدائي والتي جرى تطويرها لتكون وسيلة فعالة في وقف الهجمات الكاميكازية الانتحارية للطائرات المسيرة تقترب من الهدف هذه المسيرة التركية وتقوم بتدميره بنظام البحث البصري الخاص بها سواء كان الهدف طائرة مسيرة واحدة أو سرب من هذه الطائرات هذه الطائرة فدائي قد صنعت بقدرات محلية وهي متخصصة في استياد الطائرات وجرى تطويرها بإمكانيات محلية 100% وقال غري علي جانلي عضو مجلس إدارة سرانسفارو التركية إحدى شركات الصناعات الدفاعية التركية التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع إن منظومة فدائي جرى تطويرها لتكون وسيلة فعالة في وقف الهجمات الكاميكازية للطائرات المسيرة وأضاف جانلي إلى أن شركته تعمل في هذه المرحلة على تطوير المنظومة لتكون هجومية إلى جانب كونها دفاعية مشيرا أن الأنظمة غير المأهولة تطورت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة ولفت إلى أنه أصبح من شبه المستحيل منع الطائرات المسيرة الهجومية من تنفيذ طلعات جوية سواء كانت فرادة أو مجموعات موضحا أن الهجمات التي استهدفت مصافي النفط السعودية العام الماضي بهذا النوع من المسيرات وصلت إلى المستوى من شأنه أن يجر العالم إلى أزمة نفطية وأكد جانلي أن هذا النوع من الطائرات المسيرة الصغيرة أحدثت تأثيرا هائلا في الصناعات الدفاعية وقد جرى تطوير العديد من الطرق لإسقاطها ولكن الطريقة الأكثر فاعلية تبقى ضربها في الجو عبر طائرة بدون طيار وأردف هناك العديد من الدراسات في العالم حول هذا الموضوع من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة وأوروبا لقد استعرضنا هذه الدراسات عند تطويرنا منظومة صائدة الطائرات بدون طيار وأضاف أهم جانب في هذه الدراسات هو أن هذه المنظومة الحالية باهضة الثمن كما أن شراءها أو استخدامها مرتبط بسماح البلد المنتج لتصدير هذه التكنولوجيا لذلك قررنا إنتاج حلول بقدرات محلية للمساهمة في الاعتماد على الذات في مجال الصناعات الدفاعية وتابع قائلا نحن نرى أن هذه المنظومة تعتبر الحل الأفضل من بين نظيراتها الموجودة في العالم كما تختلف آلية عمل المنظومة في دائع عن جميع المنظومات الأخرى وقد حصلنا على براءة اختراع خاصة لهذه المنظومة القابلة للتطوير خلال الفترة المقبلة وأشار جانلي إلى أن الطائرات المسيرة الهجومية جرى استخدامها في العديد من دول العالم من أجل تنفيذ هجمات على منشآت عسكرية ومطارات ومستودعات ومكاتب حكومية مهمة ومصافي نفط وموانئ وأكد أن شركته عملت باجتهاد على تطوير هذه المنظومة المكونة من رادار وكاميرا حرارية ووحد التحكم لتحقيق اعتراض فعال للطائرات المسيرة المعادية يمكن لرادار هذه الطائرة أن يكتشف أي جسم غريب طائر على بعد 10 إلى 12 كيلو متر ويقوم بالتحليل من خلال الكاميرات ثم الانطلاق بشكل تلقائي لتدمير الهدف بذلك متابعين الأعزاء نكون قد صلتنا الأضواء مع حضراتكم إلى آخر مستجدات الصناعات الدفاعية التركية والتي استطاعت تركيا من خلالها أن تفرض نفسها على المنطقة والعالم أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته